ارتفعت حصيلة المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في شرع الرشيد غرب مدينة غزة إلى أكثر من 100 شهيد وأكثر من 700 جريح أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال ودباباته المتمركزة في الطريق السحلي غرب مدينة غزة فتحت نيران رشاشاتها باتجاه ألاف المواطنين من شمال قطاع غزة وتحديدا مدينة غزة وجبلية وبيت حنون فيما كانوا ينتظرون وصول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية وأوضحت الوكالة أنه جرى نقل عشرات الشهداء ومئات الجرحة إلى مستشفيات مجمع الشفاء الطبي وكمال عضوان والعودة شمال قطاع غزة اشتركوا في القناة